الآن لدينا مجموعة قيم على فرض أن هذه القيم هي عبارة عن علامات لطالب معين بدنا مجموعهم أو أي شيء مجموعة أرقام وبدنا نطلع علاماتهم فقلنا إحنا الخلية الفاضية اللي تحت بنجي بنحدد العلامات وبنيجي بنحددها وبنيجي بنقول هاي لدينا جمع تلقائي شو بيعمل لي بيعمل لي جمع ل اللي هي الخلائية هاد بعطيني مجموعهم هلأ شو بيستخدم البرنامج بيستخدم دالة أو function هايها موجودة هانا لما أجي على قائمة مية وأضغط على المجموع بيجي بيكتب لي أنه استخدم دالة اسمها sum اللي هي جمع والجمع لإيش الخلية اللي هي D3 دي ثلاث وين هاي D وهاي رقم ثلاث يعني هاي الخلية الأولى D3 لحد D7 هاي D7 D6 هاي D6 يعني من D3 لدي 6 هو جمع لي اياه طيب لو أنا بدي أكتب بديش أروح لجمع تلقائي أنا بدي أكون يعني هيك متقدم أكثر بدي أكتب الدالة كتابة شو بيجيب أسوي في المنطقة هاي أو حتى في المنطقة هاي هذا شريط الصيغة سمنا قلنا نيجي بنحط يساوي مجرد ما حطيت يساوي بقدر أكتب أي دالة طلعوا لما أكتب أي حرف هو لحاله بعطيني دوال بنسميهم أو function فلما أجي أكتب S وحط بعديها U يعني بدي عديها M هاي إيش أعطاني دالة اسمها sum اللي هي دالة الجمع بضغط عليها ضغطة مزدوجة يعني مرتين بسرعة بالماوس بيجي بعطيني بعطيني تعليماتها بيجي بقول لي هاي سم وفتح قوس لحاله بحكي لي المجموع اللي بدك تعمله إيش الأرقام يعني أنا هاي عندي رقم واحد رقم اثنين إلى آخره أنا شو بسوي عشان أريح حالي باجي بضغط بضلني ضغط على الرقم الأول بضلني ضغط لش سماشلت إيدي عن الماوس وبسحب لحد ما أوصل لآخر رقم هيك أعطاني إنه range يعني من رقم D3 إلى D6 الخلية هذي D3 الخلية هذي D6 وبعدين باجي بسكر القوس وبضغط enter فأعطاني نفس نفس القيمة اللي هي القيمة اللي هي عملية الجمع فهذا إيش الجمع إذن لما أجي أتطلع على الدوال الموجودة عندي حكينا إحنا في عنا قائمة الدوال الصم هاي شو بتعملي صم يعني جمع الأرقام إذا بدي بالطريقة التقليدية بقدر أكتب سم بين قوسين أحط رقم واحد فاصلي الرقم الثاني الرقم الثالث اللي هي أسماء الخلايا يعني هو بجمع لي إياهم بس إذا كان عندي بدل ما أكتبهم كلهم يعني هان الصيغة هذي شو بتقولي تحكي لي إنه أنا بقدر مثلاً هاي عندي الأرقام هذول بدي أجمعهم باجي بحط هاي خليني أخذهم الأرقام هذولا عشان يكونوا عند الخلية هذي رقمها A1 صح هاي A1 هذي الخلية A2 مضبوط هذي الخلية A3 هذي الخلية A4 هاي اسمهم بيكون موجودها الآن لو بدي أجي أقول يساوي وحطيت مثلاً سم وبعدين فتحت قوس بقدر أجي أحط A1 تمام وأحط فاصلة وأحط A2 وفاصلة وأي ثلاثة آه بس هيك طويلة يعني أنه كان عندي أنا قيم كثير وصير إيش إنه إيش مزعج أكتب كل القيم كمان غير إني أكتب أنا رقم الخلية بقدر أكتب أضغط عليها ولحالة بكتب لي رقمها خلص مجرد ما ضغط عليها كتب لي هاي إيش A1 طيب أنا بدي أكمل مثلاً للخلية هذي A قديش A4 أكمل لأ4 بقدر أحط نقطتين فوق بعض وأجي أكتب له A4 تمام وأسكر القوس أحط Enter خلينا نرجع A4 A1 لا كتب لي A1 هاي A1 لاحظوا عدلت عليها A1 نقطتين فوق بعض لأ4 أحط Enter خلص بجمع لي يعني إذا بدي من إلا بحط نقطتين بين الخلية الأولى والثانية بس طبعاً إحنا فيش داعي نحن نكتب النقطتين والأمور هاي ليش؟ لأنه حكينا أنه بنقدر نحط يساوي نحط اللي هي الدالة سم ونختارها double click عليها أو ضغطها مزدوجة نضغط ضغطها طويلة وبنسحب لآخر خلية هو لحاله بكتب لي الرينج أو المدى من إلى من A1 لأ4 لحاله كتب لي بسكر القوس وبحط Enter هذا إيش؟ اللي هو المجموع طيب خلينا أرجع لقائمة الدول من الدول اللي أخذناها كمان اللي هي دالة بتعد لي الخلايا اللي بتحتوي الأرقام المرة العدة تحكينا عنها اللي هي count هاي count طيب إحنا وين شفناها كمان يعني إجينا إحنا على الجمع التلقائي في عندي هون أرقام الحساب هذه هي الcount يعني أنا مثلا عندي هذول الخلايا اللي فيهم أرقام كم عددهم أربعة مزبوط لو كان بدي شغلي تحسب لي قديش العدد للخلايا هذول باجي بحدد اللي هي المنطقة اللي بحط فيها الرقم هاي وباجي بقول أنا بدي أرقام الحساب وبحدد له أنا هو لحاله حدد لي لأنني حطيت أنا تحتيهم الخلية حدد لي هذول المجموعة بحط Enter فأعطاني إنه هذول عددهم كان أربعة طبعا يكون عندي مثلا عدد مية مية وعشرين ميتين بكتب لي رقمهم طب شو اللي بعده بعد الأرقاء الخلايا اللي فيها أرقام يعني أنا مثلا لو كان عندي أنا حطيت القيمة هان وحطيت هنا بعض الخلايا فيها أرقام مثلا بدي إيش المجموعة لحد هان بدي إيش المجموعة لحد هان إيجيت حطيت على المنطقة هاي مش الجمعة تلقائي بدنا بدنا إيش خلينا نتراجع عن موضوع الجمعة بدنا نختار اللي هي أرقام الحساب هذا نيجي نحكي له بدنا تحسب لي عدد الخلايا اللي فيها أرقام من الخلية الأولى لحد ديت اللي هي الخلية 15 هان نحط enter لاحظوا كتب لي 6 اللي فيهم أرقام يعني ما بيحسب لي الخلايا الفاضية شايفين يعني عندي هنا خلينا نوضحها بشكل أفضل هاي بدنا نحط مثلا قيم عادية 60 خلايا فيش فيها أرقام خلايا فيها مثلا أرقام الآن هذول الخلايا أنا بدي أحددهم أعملهم تحديد هاي عندي تحديد عشان يكونوا باينين معكم نحط توسيط وبدنا نيجي نكتب هان مثلا عدد الخلايا اللي فيها أرقام نعم بدنا نوسع الخلية هاد زي ما تعلمنا بدنا نيجي هانا نحسب مثلا المجموع نجنبه مثلا بدنا نيجي نحسب هانا المعدل شو أخذنا كمان احنا أعلى قيمة مضبوط وأخذنا أقل قيمة هزول كل هادوال تعرفنا عليها المرة العدل الآن عدد الخلايا اللي فيها أرقام أنا شو بقدر أعمل من المنطقة هاي بروح بختار أرقام الحساب ولحاله اعطاني الدال اللي اسمها كاونت طيب الكاونت بحكيني لو أن بدك إياه باشي بحددله أنا بدي إياه من الخلية الأولى بظلني ضاغط وبسحب للخلية الأخيرة اللي هي هاي وبعدين بضغط على زر انتر بعطاني إنه الخلايا اللي فيها أرقام هي عبارة عن سبعة خلايا واحد اثنتين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ما أعطاني بقية الخلايا الفاضية طيب المجموع شوفوا لو بدي أعمل هذا كتابة شو باجي بأكتب بأكتب يساوي كاونت لحاله بحدد لي بعطيني الدالة يعني لو أنا جيت على أي خلية حطيت يساوي وكتب كاونت سي أو مجرد ما أكتبها لحاله بعطيني الدوال هي كاونت بضغط عليها double click وباجي بحدد له إيش الخلايا اللي بدي فيها العدد فبعطيني إنه هذول الخلايا عددهم كان سبع خلايا طيب المجموع المجموع حكينا سم فأنا باجي بقدر أكتب يساوي والدالة اللي هي سم لحاله بعطيني إياها هيها بضغط عليها ضغطة مزدوجة وبعدين باجي بحدد له النطاق بتاع الخلايا اللي هو بضغط ضغطة باستمرار وبسحب لحد ما أحدد جميع الخلايا اللي بدي أعمل مجموعهم بسكر القوس بضغط enter شو عمل لي أعطاني مجموع الخلايا هذول طيب المعدل هيشوفوا عندي الدوال هاي عندنا الصم حكينا عنها الكاونت خلينا هذول نرجع لهم الأبرج أبرج المعدل الأبرج بدي أكتب الأبرج والخلايا اللي هما بدي أعمل لهم المعدل الإيجاد الوسط الحسابي طيب إذن لأجي أطلع المعدل للأرقام هذول الموجودين في عندي إما بدي أكتب كتابة يعني باجي بأكتب يساوي وبعدين أكتب A B ولهو لحاله بحاول يعطيني إشي على البدور عليه هاي الأبرج ثاني A V E R هاي إيش مجرد ما أكتب أول حرفين لحاله إيش بكتب للدوال القريبة على Average باجي بضغط عليها double click أو ضغط مزدوجة بحدد نطاق الخلايا اللي بدي أعمل إليهم معدل وبعدها بأعمل إيش Enter هو لحاله إيش بعطيني المعدل للخلايا هاي طريقة طريقة الثانية اللي قلناها كمان إنه باجي بحدد الخلية اللي بحط فيها المعدل بروح على المنطقة هاي بختار المعدل بتك عليه بعدين باجي بقول له أنا بدي المتوسط الحسابي للخلايا هذول بضعني ضاغط وبسحب هو لحاله بحدد لي إياهم بكتبهم يعني بضغط Enter هاي أعطاني المعدل إذن هاي كمان طريقة طيب بالنسبة للفواصل العشرية حكينا هاي للفواصل بقدر من من وين بتحكم فيها المرة العدة تعرفنا عليها من هاي المنطقة بقدر إيش أزيد بنقلل الفواصل العشرية يعني أخلي مثلا فاصل عشرية خاني واحدة بعد الفواصل العشرية أو أخلي مثلا خانتين أو إذا كان القيمة مثلا أكبر من خمسة وحطيت لغيت الفواصل كلهم بجبرو للأعلى يعني مثلا كان عندي خمسة فاصل سبعة إجيت عملت إيش إلغاء لخاني اللي بعد الفواصل العشرية بجبرها بدل 55.7 بعملها 56 إذا كانت أقل من خمسة يعني خمسة وخمسين بوينت أربعة بوينت ثلاث بيشيلها بمسحها طيب خلينا أحفظ لوحده الآن في عنا كمان اللي هو أعلى قيمة أعلى قيمة قلنا اللي هي الماكس يعني هاي عنا لما نيجي للدول هون في عنا قيمة الماكس هي يساوي ماكس بعدين بنحط الأرقام اللي هي ارجاع أكبر قيمة في مجموعة قيم المن اللي هي أقل قيمة في مجموعة قيم طيب أقل قيمة وأكبر قيمة بقدر أحصل عليهم إما أكتب كتابي يساوي وبعدين أكتب مثلا ماكس تلاحظوا أعطاني إياها بضغط عليها double click باجي بحدد له النطاق بحط إيش انتر بيجي بقول لي أعلى قيمة في القيم الموجودات هاي إيش 80 اللي هي القيمة الموجودة عندي في هذا المكان طيب أقل قيمة بقدر أحط يساوي أكتب من وأضغط عليها double click أجي أحدد القيام هذول بعدين بضغط انتر أعطاني إيش أقل قيمة موجودة عندي في هذا المكان المكان الثاني اللي بقدر أحصل عليه على نفس النتيجة هو إيش يعني هاي أعلى قيمة 80 كيف بدأ أوصل لها كمان طريقة ثانية أحدد المكان اللي بحط فيه القيمة بروح للمنطقة هاي في عندي إيش اسمه حد أقصى حد أقصى يعني هو إيش الماكس حد أقصى اللي هو الماكس باجي بحدده باجي بقوله أنا بدي الخلايا هذول بضغطه بأسحب باستمرار انتر أعطاني 80 نفس القيمة اللي هي أعلى قيمة طيب المن نفس الشي باجي باختار من المنطقة هاي إيش المن باجي باختار من المنطقة هاي إيش حد أدنى بحدد له أني طاقة على الخلايا اللي بدي إياه بضغط انتر بأعطيني أنه 40 هي أقل قيمة في المجموع كمان مكان آخر بقدر أوصل لنفس الأشياء اللي حكينا عنها من وين بقدر مثلا أقل قيمة خليني مساحا نروح على المكان الطريقة الثالثة طريقة الثالثة برضو حكينا عنها المحاضرة العدة أنه هاي المنطقة إدراج دالة أسمها جنب الشريط الصيغة هاي بسميها إدراج دالة بس أجي أضغط عليها بيجي بعطيني إيش الدول المستخدمة آخر شيء أو الأكثر استخداما موجودة في المنطقة هاي مثلا باجي بقول له بدي اللي هي بقدر أبحث بحث أنا يعني ممكن أجي من المنطقة هاي أجي أحكي له أنه بدي الدالة مثلا من حط انتقال بعطيني إياها هيها طيب لو ما حطيتش أي دالة بعطيني آخر دول اللي هي الماكس موجودة المن برضو مش موجودة فأنا أيش بكتبها كتابة من حط انتقال جاب لي إياها بضغط عليها double click لما أضغط في عندي شغلتين أول شيء أحدد له النطاق اللي بدي إياه للرقام اللي هو هذا والمهم عندي حاليا هذا نسونا منه رقم اتنين لأنه إحنا حددنا range من إلى يعني خلص مدام أنا حددت له روحت ضغط على الخلايا هو بكتب لي أرقامهم لحاله هون بضغط موافق هي أعطاني إيش نفس الطريقة الماكس نفس الشيء لو روحت على الدالة وجيت حكيت أنا بدي الماكس أو الصم أو الأفريج كله إيش نفس الطريقة خلينا نيجي لكمان دول من الدول اللي بنا نحكي عنهم هلا في عندي إشي إحنا الكاونت اللي هو الكاونت شو بعمل بيعدل لي الخلايا اللي فيها أرقام في عندي الكاونت A بيعدل لي الخلايا غير الفارغة طيب لو أجينا إحنا حكينا إنه هذا عدد الخلايا الرقمية لو أجينا حطينا نص هنا بيحسب لي مع هذون ما بيحسبه لأنه إحنا حطينا النطاق يعني طلعوا حطينا كتابة أو أحرف بيحسب لي بس الخلايا اللي فيها أرقام اللي هو على إيش على كاونت طيب لو أنا بدي أحسب الخلايا اللي فيها كمان حتى لو فيها نص يعني الخلايا اللي فيها المليانة تمام ففي عندي اللي هي الدالة الثانية نسميها كاونت A هذه بتحسب لي الخلايا اللي مش فاضي يعني أي شيء فيها سواء نص أو رقم تحسبه اللي قبلها كاونت بس بتحتسب الخلايا اللي فيها أرقام طيب خلينا نرجع لو بدنا الخلايا يعني خلينا نحكي الخلايا الخلايا غير الفارغة شو بدي أعمل بدي أحط يساوي بعدها بدأ أكتب ألا كاونت مجرد مكتب COU أعطاني كاونت وكاونت A وكاونت بلانك هذول الثلاث الكاونت الأولى بتحسب لي الخلايا اللي فيها أرقام إذا كاونت A كاونت A هذه حكينا بتحسب لي كل شيء أرقام ونصوص بس الخلايا الفاضي بتحسبهاش نضغط عليها ونيجي نحدد القيم هذول ونحط انتر بحكي لي أنه عشرة الخلايا اللي فيها أرقام سبعة الخلايا اللي فيها أرقام ونصوص يعني معبية كم عشرة طيب في عندي اللي بعديها الخلايا الفارغة الخلايا الفارغة هلينا نيجي نحسبها بدنا نحط برضو يساوي بدنا نحط كاونت شفنا الكاونت الأولى لا إيش حساب عدد الخلايا فيها أرقام كاونت حساب عدد الخلايا المملوقة أو غير الفارغة كاونت اللي هي بتحسب لي عدد الخلايا الفاضية تيك عليها دابل كليك وأجي أحدد تيجي بتحكي لي إنه في عندك هون في النطاق اللي انت حددته ثلاث خلايا شو ما لهم فاضين تمام عشر خلايا معبئين أرقام ونصوص ثلاث خلايا فاضين سبع خلايا فيهم إيش أرقام طيب نرجع للدول الأبرج حكينا عنه المعدل الماكس حكينا عنه المن حكينا عنه اليوم نيجي ل موضوع جديد اللي هي الجمل الشرطية ال-F statement أو الجمل الشرطية هاي موضوع مهم للعمل فخلينا نيجي على موضوع الجمل الشرطية طبعا إحنا المرة العدة كتبنا أسماء هذا خليه بعدين نعطيكم إياه بس خلينا نشوف لو كان في عنا ملف اللي كتبنا مش عارف إذا ضل موجود أو لا هذا واحد ثاني طيب نيجي بنا نحط مثلا المبيعات المبيعات فبنا نيجي نعمل الصنف ماشي أو خلينا على مثال الطالب بلاش بنا نرجع لها بدنا نحط الرقم نحط اللي هو الطالب وبدنا نحط اللي هي مثلا نحط بس ثلاث مواد مثلا عندي ثلاث مواد تمام المواد الموجودة في عندي كمان طلاب عندي الرقم الطالب حكينا عن السلاسل كمان يا جماعة هل تتذكروا من المرة العدة مثلا عنا عشر طلاب خلينا نحكي السلاسل إنه الإكمال التلقائي حكينا عنه المرة العدة عن الأيام لأشهر إلى آخرين حط أسماء طيب خلينا نحدد الخلايا نحط إنه كافة الحدود موجودة وبدنا نحط أرقام أشوائية هالأرقام طيب طيب الآن عنا الأرقام موجودة مواسطة في الاجتمام لو بدنا المعدل لكل طالب نيجي بنكتب المعدل وبنيجي بنحط اللي هو إما بالطريقة اللي تعرفنا عليها اللي هي من هذه المنطقة نحط المتوسط وبنيجي بنحدد المتوسط للثلاث علامات بنحط إنتر بنشيل الأرقام العشرية للزيادة خلي مثلا ممكن واحدة منهم بنكرر الدالة اللي عملناها من هاي المنطقة نقطة الفيزة ونسحب ونكرر عشان يعطيني المعدل للجميع الآن اللي بدنا نعمله حنستخدم إشي اسمه الدالة الشرطية عشان نحدد مين ناجح ومين راسب كإشي بسيط أول شغلة رح نعملها بنيجي على المنطقة اللي فيها المعدل هاي نحط جنبها بنا نحط هنا اللي هو هل الطالب ناجح ولا راسب فبنيجي بنروح على إما بروح الجملة هاي الشرطية أفضل الدراج الدالة في هاي المنطقة هاي ال-fx هاي شايفين ها يا أما بنضغط عليها يا أما مباشرة باجي بكتب يساوي بكتب يساوي بعدين بحط f هذه f يعني جملة شرطية يعني إذا تحقق شرط معين قوم بعمل شيء معين ال-f هاي بضغط عليها double click بيجي بفتح لقوس بعطيني تطلعوا تحت بعطيني تعليمات في المنطقة هاي إذا بطلع عليهم أول شيء مكتوب logical test يعني إيش الشرط المنطقي اللي بدي أكتبه شو اللي بدي إياه أنا من الأداة هاي باجي بقول إنه هاي الخلية بتاعت المعدل بضغط عليها هو حط اللي اسمها اللي هي f2 أنا بقول له إذا كانت f2 أكبر شايفين أكبر من أو يساوي آه 60 هذا الشرط طبعي مش الناجح بتكون أكبر من أو يساوي 60 فأنا إيش حددت الخلية بعدين كتبت إشارة الأكبر من ماشي إحنا عشان لازم نعرف الشرط هذا لأنه فيه شغلات جاية بعدين بدي أحط أنا هذا الإشي البسيط إذا تحقق شرط معين بجاوب عليه يعني مثلا بقول إذا تحقق هذا اعمل إياه مثلا إيش إنه ناجح إذا ما تحقق إيش بدي أكون راسب تمام آه بس كمان شوي بدي أوسعها في عندي إشي شرط شوي فيه خطوات أكثر عشان بدي أحط التقدير التقدير بدي أكون ممتاز ولا جيد جدا ولا جيد ولا مقبول آه من رينج لرينج فإحنا أبسط شيء فيها آه أبسط شيء تجيب أقول إنه الرقم هذا اللي أنا حددته أو الخلية هاد إذا كانت أكبر من أو تساوي ستين فبتطلعوا هنا شو كيف بعد في الخطوات أنا موجود هذه معلمة بلون غامق موجود هون حطيت الشرط المنطقي تاعي حددت له شي الشرط تاعي طيب عشان يرد علي شوفوا شوف بعدها شو بدأ حط هاي فاصلة منقوطة مبيني عندكم شايفين بكون كتبلكوا هنا الخطوات هاي فاصلة منقوطة بدأ حط بحط فاصلة منقوطة بتلاحظوا انتقل من الشرط إلى إيش النتيجة طيب بعد ما حطيت فاصلة منقوطة الآن بدي أجي أحط اللي هو النص النص دائما بحطه بين كوتاشن يعني بين علامات تنصيص فباجي بقول هاي اللي هي شفت مع حرف الطا هدول علامات التنصيص كمان مرة هاي أنا طلعت من برج على المرة الثانية برج على فوق على شريط الصيقة بكون موجود الإشي اللي بكتب فيه هاي إحنا حطينا إيش علامات التنصيص هاي يوم مجرد ما حط علامات التنصيص بكتب جواتهم باجي بحكي إنه هذا إيش ناجح طيب بعد العلامات التنصيص خلصنا إحنا إيش الجزء الأول من الشرط إنه إذا تحقق هذا الشرط بدك تكتب لإيش ناجح طيب الشرط الشرط الثاني أو عفوا الجزء الثاني أنا بدي أحط فاصلة منقوطة كمان مرة بس أحط فاصلة منقوطة اللي هي عند حرف الكي بس أكون أحط بلغة الإنجليزية فاصلة منقوطة شو بعطيني اللي هو إذا كان ما تحقق الشرط شو بدي أعمل بدي أعمل إذا ما تحقق الشرط أكتب إنه هو هيكون إيش راسب تمام طيب هيك إحنا حطينا إذا كانت F2 اللي هي الخلية اللي حددناها أكبر أو يساوي 60 فاصلة منقوطة تعطيني ناجح بعديها فاصلة منقوطة إذا لا تعطيني إيش راسب حط إنتر تعطاني هذا جايب 71.7 معناته شو ناجح بدنا نعيدها آه الآن إن شاء الله الآن هذا بدي أكرره لما أجي أصحب وأنزل هيعطاني إيش كلهم ناجحين طيب لو جينا سماع حر هاي أربعين هاي ثلاثين هاي خمسين شو صارت راسب طيب هلأ في شغل مرات الطلاب شو بيسوه بيجي بكتب ليها كتابة بكتب كلمة ناجح بطلع إذا المعدل صح وبكتب ليها لا أنا بديش هيك ليش لأنه يمكن أنا العلامات تتغير في واحة آه بيبين مثلا هذا ناجح أو راسب بتطلع على الخلية هاي مبين المعادلة كاتبها مظبوطة بس إذا كان كتبها واحد كتبها كتابة بيكون كاتب يعني مثلا كلمة ناجح هيك كده لحاله وحاط انتر بس أجي على على الخلية تاعته بلاحظ أنه هي إيش فيها كلمة ناجح ما فيها معادلة معناته شغله غلط ليش لأنه مثلا هذا يوسف محطوط ناجح كتبه كتابة بعدين عدلنا على العلامات ماشي آه الآن يوسف صار 54 بعد ما عدلنا معناته صار راسب ما تغيرت ليش لأنها مش محطوطة معادلة فبالتالي لازم أنا إيش أخذها كمعادلة طيب خلينا نعيد يا جماعة بس الطريقة ثانية يمكن تكون أسهل لكم حسب نشوف الطريقة ثانية الطريقة الثانية بس ركزوا معي حدد الخلية بدأ روح على إدراج دال لهاي المنطقة اللي رحنا عليها قبل شوي تمام إدراج دال اللي هاي فيها F باجي بضغط عليها double click أو ضغطين مزدوجة لاحظوا هنا في إدراج دال مقسم للأشياء اللي كنا بنشتغل فيهم أول شغلة اللي هو المنطقية أو الاش الشرط طبعي يعني فباجي بقول له إنه الخلية هذه اللي فيها المعدل هذه خلص هو بكتب لي اسمها F2 لا خلص بس أضغط عليها لحاله بكتب اسمها تمام بعدين باجي بحط له أكبر يعني هيحطينا F2 الآن بدنا نحط الشرط تعنا عفوا سواني شوي يا جماعة الآن بدنا نحط هاي F2 نحددناها هادي ندقى أغير اللغة أكبر أو يساوي إيش ستين الأكبر هي عند الحرف الزين بالعربي بس تدخله شفت مع الحرف الزين بالعربي الإز نعم هاي إيش أكبر من الجنب عند الواو بتكون أصغر من شفت مع حرف الواو طيب حطينا F2 أكبر أو يساوي إيش 60 هاي الشرط طبعنا شو مالو حطينا هان الآن تحتيها F2 إذا تحقق الشرط شو بدك تعمل بكتب له ناجح مثلا مباشرة خلص ناجح بالعربي ناجح بدون ولا إشي الثانية إذا لم يتحقق الشرط إذا لم يتحقق خلص باجي بكتب له إيش هاي راسب تمام طيب ممتاز أنا كملت بضغط على أوكي هاي أعطاني وباجي بنزل هاي إيش صار عندي هذا ناجح 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 اتنين راسب راسب تمام فهاي صارت إيش اتحققت عندي طيب الآن في عندي لو بدي أعمل التقدير يعني التقدير للطالب عندي الطالب مثلا بنيجي بنقول إيش التقدير على سبيل المثال باجي بقول الطالب اللي بيجيب على سبيل المثال أكبر من تسعين أكبر أكبر أو يساوي تسعين هذا شو ما لو بنقول مثلا ممتاز تمام طيب إذا جيت أقول الطالب إذا كان أكبر يعني من ثمانين إلى تسعة وثمانين هذا بنقول مثلا جيد جدا منيجي بنقول مثلا من سبعين إلى تسعة وسبعين جيد منيجي بنقول أنا هذا بس عشان نوضح الفكرة من ستين إلى تسعة وستين مثلا مقبول أقل 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 من ستين أقل أقل من ستين البين راسب نعم يعني إحنا مش مشكلة شو نحطها غير كافي خلص خلص غير كافي ولا تلزعني ها خلص مش مشكلة إحنا المهم نفهم المبدأ بعدين نتعبوا فيه يمكن حدا يحط البين نتص ويمكن حدا يحط أي شيء مش مشكلة طيب المهم هذولا المعايير بنا نشتغل عليهم وهي البيانات هذولا التقديرات يعني بنا نشتغل عليها طيب خلينا نحددها طيب طيب خلينا إحنا خلص نوقف عند هذا الحديث اللي هو الشرط البسيط وبعدها نيجي للشرط المركب هذا شوي بده تفتح مخه أكثر فخلينا أوقف جربوا أكتبوا بس على الأقل خمس أسماء إنتوا سريعا عشان نشوف الوضع خلينا نوقف التسجيل أو نعملوا pause نعملوا نعملوا نعملوا